زيارة القبور في حق النساء السؤال ما حكم زيارة النساء للقبور؟ الجواب زيارة النساء للمقابر جائزة شرعاً ولا حرج فيها متى قصد بها الإحسان إلى الميت بالدعاء وإلى النفس بالعظة والاعتبار وخلت من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع واتخذت فيها الآداب الشرعية لما رواه البيهقي والحاكم عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلتي؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها أليس كان رسول الله نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى ثم أمرنا بزيارتها ومن هذا الحديث نفهم ما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظها بالصبر ولم ينكر عليها زيارة القبر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى